أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتي الغالية بهذا الذكر يغفر الله لك ويستجيب دعائك ويتقبل صلاتك نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل يعني اللي يقلأ كده هو نايم يكون نايم ويقلأ من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله اكتبوا رأي الزكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعدها اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته يعني اللي يقول الذكر ده ثم بعدها يقول يا رب اغفر لي أو يدعو أي دعوة أو حضرتك تدعي أي دعوة ربنا هيستجيب دعائك بعد هذا الذكر فإن توضأتي وصليتي قبلت صلاتك نعيد الذكر مرة تانية صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ما عندناش حاجة ببلاش كله لازم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول من تعرى من الليل حضرتك نمتي أكيد كلنا بنقلأ في النوم حضرتك نمتي وقلأت كده أول ما تقلأي كده مثلا ثم أيلة يا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تقول بعدها اللهم اغفر لي أو تدعي أي دعاء فالدعاء مستجاب فإن توضأتي وصليتي قبلت صلاتك طبعا إحنا قبلها هتكون حضرتك نيمة على وضوء وأيل أذكار النوم وبالذات هذه الأشياء الثلاثة دعاء سيد الاستغفار لأن من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة فهو من أهل الجنة والحديث روال بخاري ومن قاله بالنهار موقنا به ثم مات في هذا اليوم كان من أهل الجنة دعاء سيد الاستغفار الحاجة التانية سورة الملك سورة طبارك الذي بيض الملك فهي المانعة من عذاب القبر وهي التي من أسباب المغفرة وسبب لدخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى والحاجة التالتة آية الكرسية لأن من قرأها قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح باتها حذرتك تتوضي وتقول أذكار النوم وأهم أذكار النوم آية الكرسية سورة الملك اللي هي سورة طبارك ودعاء سيد الاستغفار فلو إلي ائتي بقى تقول الذكر اللي احنا قلنا دلوقتي يبقى دعائك مستجاب وصلاتك مقبولة إن شاء الله ألف مبروك فإن كانت دعاء مستجابا والصلاة مقبولة فأبشري بكل خير في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعل كل نساء ورجال المسلمين في الفردوس الأعلى بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا اشتركوا في القناة